ناخد الاتصال بعد والستاذ غانم سلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته باته معالي بكوم اهلا وسهلا اهلا بيك انا حدوسك اتصالت بيك في المرنامج قبل كده تفضل وبعدين حدثت رأك يعني جاوبت على بعض الاسئلة الي في بعض الاسئلة حدثتك مش جاوبت علي ايه الهدف اه مساعدت الاخ سبري والستاذ غانم يا غانم حيانا سمي كم سنة يا غانم خمسة وخمسين اه حضرتك احيانا بيبقى السادة المتصلين بيذكروا حاجات كتير جدا جدا يعني ممكن ناخد نص حلقة على عيان واحد مماريد واحد فاحنا هنجزقها بقى معليش يعني كل شوية نمسك نقطة اديني النقطة الجديدة قولي القديمة كانت ايه اللي انا عليكتها والجديد ايه نقطة واحد حضرتك زباطلي السكر طبعا قبل كده يعني وعمد سينار على الجهة اليمين كان عندي الام فيها جهة اليمين بالبطن الجهة اليمين اه طلع مرارة ولا طلعش حاجة لا طلع اللي هو التشخيص اللي حدثك قلتلك عليه اللي هو ميل دفاتي ليفر لا ميل دفاتي ليفر دا ما بيعملش الام اه يعني حضرتك لكن ما طلعش اي حصوات في المرارة ولا في اي حاجة طب الالم فيما كانوا دلوقتي الوقتي ما فيش الام حدك كنت كتبت لي دوة وانا خدت مشيت عليه يعني تحسنت الحمد لله اه تحسنت لكن عندي باشك من حدين تفضل باشك من اكتافي اه معاك تفضل باشك من اكتافي الكتف اليمين والكتف الشمال ما لهم ما بعرفش ارجع ادراعي ورا كده وانا نايم ولا ماشي وانا حدا كان مدرس اه ادراعين يعني اه ادراعين بالكتاف طيب حال حضر وعندي حاجة تانية برضو تفضل اه اه يعني ترجلية منتحت لون الجيل ابيض شوية يعني عامل زي ما يكون عليه جير كده اه الرجلين ولا بين الصوابع لا الرجلين وبين الصوابع حاس فيه حالة زي جير كده فقولك لازم اسأل الدكتور محمد طيب حاضر اقفل وحجاوبك ان شاء الله شكرا يا سيد غيرم شكرا اه هو بالنسبة لالام الدراعات دي اه لها علاقة بالمجهود اللي هو بيعمله ولا سهم ان هو في بعض المدرسين بيكتبوا كتير يعني بيحبوا هما بيشرحوا وبيكتبوا يعني هما بيكتب على البورد على الصبورة يعني او بيكتب للطلبة ورق على طول ويصوروه ففي الحالة دي بيكتب كميات كبيرة ايه وطبعا ما شاء الله بيدونه مثلا خمس ست حنقر عليك يا اسم ايه يا استاذ غانم يا عم غانم اه يعني مثلا لو سبع تمن مجموعات كل مجموعة ساعة سبع تمن ساعات في اليوم كتابة ده كتير اوي اه تمام فانا لو قدرت تجيب مساعد ليك اه يكتب وتدي له قرشين مجموعةش حاجة يبقى رفت حتى المجرس اه دي كالدروس خصوصية كده اه ممكن اه طبعا ما لو توجعوا من ايه يعني الدروس المؤامة اه النقطة التانية ممكن ناخد حاجة اسمها جليفا ريلاكس او اي بديل ليه لان جليفا ريلاكس ده دوا اساسي وطلع منه مشتقات كتير حبايا بعد القاك ثلاث مرات لمدة اسبوعين وتوقف حتلاقي ذكب الكويسة ان شاء الله بالنسبة لرجليك فكرنا الاسبوع الجاي ان شاء الله عشان عاوز اسأل عليها كتير شوية تمام